موسيقى من العربية لكم كل التحية هذه نشرة المساء فيها أهم الأنباء من حول العالم بداية العنوين والاتفاقي مع تلاف كوفاكس والذي يغطي 10% من سكان الأردن يعني حوالي مليون نسمة العربية تزور بردات حفظ لقاحات كورونا في الأردن ووزير الصحة يشرح تفاصيل خطة توزيعه مكو يصف مصر بالحصن المنيع ضد التطرف واسيسي يتهم قوى إقليمية بالسعي لزعزعة الاستقرار ومن مواضيع نشرة المساء الاتحاد الأوروبي لا يرى تغييرا إيجابيا في سلوك تركيا وينقل التقييم السلبي إلى قمة الخميس اليوم نفتتح الملحقية التجارية السعودية في بغداد سيكون هذا داعم للاقتصاد بين البلدين وفد سعودي في بغداد لمتابعة الاتفاقات والرئيس العراقي يؤكد على أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم والبداية من لقاحات كورونا التي تشغل بال الجميع إن لجهة نقلها أو لجهة موعد البدء باستخدامها أملا بوقف تغلغ المرض بين الناس كاميرا العربية في الأردن دخلت إلى المكان المخصص لبرادات حفظ لقاح كورونا التي وصلت إلى الأردن مؤخرا والتي لا يجب أن تقل درجة الحرارة فيها عن ثمانين تحت الصفر وزير الصحة الأردني كشف للعربية عن الشركات التي تم التعاقد معها لتوريد اللقاح ومن بينها شركة فايزر الأمريكية هذه هي البرادات الخاصة التي يتحدث عنها العالم لحفظ لقاح كورونا سمح لكاميرا العربية الإطلاع عليها من دونها لن يكون للقاح قيمة وأهميتها من أهمية التلقيح وصل إلى الأردن 16 برادا حصرا لحفظ لقاح كورونا على أن تصل خلال شهر كمية أخرى ستوزع على كافة محافظات المملكة لتنظيم عملية التلقيح يتوفر الآن في وزارة الصحة 16 ثلاجة بفريز توصل درجة حرارة إلى ناقص 86 وهذه الآن جاهزة لاستخدام مطعوم فايزر جميعها فارغة بانتظار المطعوم وتم كمان حجز 20 ثلاجة قادمة لتكون سبور دعم للثلاجات توفر لدينا إذن خفض هذا الرقم لن تكون البرادات حينها صالحة لحفظ اللقاح شركة فايزر تزود كل خمسة آلاف جرعة بجهاز رصد درجات الحرارة يطلق إنذارا في حال اختلال درجة الحرارة داخل البراد وزير الصحة الأردني كشف لنا أن اللقاح سيصل خلال الربع الأول من العام المقبل وكشف أيضا عن أسماء الشركات التي تعاقد معها الأردن لشراء اللقاح الذي سيغطي ما نسبته 20% من عدد السكان أول اتفاقية مع تلاف كوفاكس والذي يغطي 10% من سكان الأردن يعني حوالي مليون نسمة أو مواطن أيضا شركة فايزر تم الاتفاق معها على تقديث 5 إلى 10% من السكان يعني لغاية الآن المؤكد هو 5% ربما تزيد النسبة إلى 10% الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل كورونا تدفع بالمواطن لانتظار اللقاح على أحر من الجمر مع تأكيده على ضرورة أن يكون آمنا بعد ما نأخذ اللقاح مش حضر في خوف بالأساس على ليش بدنا نخاف؟ فحياتنا ليش معي فترة ترجع زي قبل إذا طلع اللقاح آمن مية بالمية وما في أعراض جانبية ما في بالضر الإنسان والبشر كبشر يعني ونرجع لحياتنا الطبيعية ليش لا؟ يعني أنا بأخذ أول وحدة اللقاح المنتظر لن يكون إجباريا ولن يكلف المواطن قرشا واحدا على عشم بعودة الحياة إلى سابق عهدها أقله بلا كمامة عمار الهندي العربية عمان مصر حصن منيع ضد التطرف وشراكة الدفاعية معها بلا شروط تصريحات أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكون في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن سياسة المقاطعة قد تؤدي إلى ضعاف شريك مهم في مكافحة الإرهاب لن أضع شروطا أمام شراكتنا في مجال الدفاع والاقتصاد بسبب أنني أحترم مبدأ سيادة الشعوب واحترام مصالحنا المتبادلة وثانيا أعتقد بفائدة أن تكون لدينا سياسة حوار فعالة أفضل من أن نتبع سياسة مقاطعة تؤدي إلى إضعاف أحد شركائنا في مجال مكافحة الإرهاب قال الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكون إن تدخل الفرنسي في شرق المتوسط الصيف الماضي كان يهدف لمنع الهيمنة التركية في هذه المنطقة الحيوية الاستقرار في منطقة المتوسط يتم من خلال قدرتنا سياسيا على معالجة الأزمة الليبية أولا وأيضا من خلال خلق إطار سلمي في شرق المتوسط وهذا هو سبب تدخل فرنسا في الصيف الماضي حيث تدخلنا لمنع الهيمنة في هذه المنطقة ونجحنا في الحصول على دعم أوروبي لاحقا لممارسة ضغط ضد تحركات أحادية الجانب من طرف تركيا الرئيس المصري تهم قوى إقليمية بالسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة وقال إنه تناول مع ماكون ضرورة التصدي لخطابات التطرف وأهمية نشر قيم السلام وتهم السيسي تنظيم الإخوان ضمنا بنقل الفكر المتطرف إلى فرنسا والعالم وقال السيسي إن أمن مئة مليون مصري يقع على عاتقه لقد شملت محادثتنا حوارا معمقا حول موضعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفية وذلك فدوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات منتصاعدة والترابات ونزاعات مسلحة بما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للموازانة بين الحفظ الأمن والسلام والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشابل من جهة ثانية كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سموية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة وأنا يا أفخامت رئيس كنت سبق وقلت قبل كده في حديث قلت أن عدد المسلمين يتجاوز المليار في العالم لو واحد في المئة منهم فقط واحد في الألف حتى هو المتطرف فأحنا هنواجه عشرات الألوف أو مئات الألوف من المتطرفين وده مش موجود وأكد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقه مع نظيره الفرنسي مانوال ماخو على ضرورة تفكيك الميليشيات في ليبيا مشددا على أهمية الحل السياسي هناك من أجل تحقيق الاستقرار مشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليبية وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوى الأجنبية من ليبيا تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات لجنة العسكرية خمسة زائد خمسة واتفقنا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوال وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأيجيج الصراعات في المنطقة من باريس ينضم إلينا برونو فوكس نائب في البرلمان الفرنسي أهلا بك تركيا في ليبيا تركيا في شرق المتوسط تركيا في سوريا تركيا في كل مكان إلى أي مدى تواجد تركيا بهذا الزخم زادة من حميمية العلاقة الفرنسية المصرية أولا شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة يجب أن نقول أن تاريخ طويل بين الشعبين المصري والفرنسي منذ قرون 700 ألف تركي موجودون في فرنسا هذا ما قاله الرئيس أردوغان عندما زار فرنسا ثم حصل توسع تركي وكذلك توجيه أو تبادل تهم بين الرئيسين فاردوغان وجه شتائم إلى الرئيس ماكرون هذا لا يحدث في العلاقات الدبلوماسية ثم هناك أفعال لتنعقد القانون الدولي وخاصة في مواقع مثل نغورنو كارابا حيث استخدمت تركيا جهاديين سوريين ذهبوا إلى هناك للقتال جانب أذربيجان واستخدام كذلك قنابل الفوسفور تركيا تتصرف بطريقة غير قانونية واستهدفت فرقات فرنسية وتركيا أيضا تتصرف ضمن حلف شمال أطلسي بطريقة مناوئة نلاحظ هنا أن هناك نزاع مهم وهنا تندرج زيارة الرئيس السيسي فهناك علاقات ثقة مع مصر ومع الرئيس السيسي وهناك عدد من القضايا التي نقشت منها قضية الإرهاب وقضية إيران وكذلك الوضع في ليبيا الذي أشرتم إليها في النشرة والوضع هناك مثير للكثير من القلق ماذا في جعبة مصر لتقدم لفرنسا بهذا التوازن بخلق التوازن في المنطقة في شرق المتوسط بين الدول الأوروبية على رأسها فرنسا والدول العربية بواجه تركيا طبعا أعتقد أنه بالنظر إلى ثقافتنا والثقافة التي نتشاطرها فنحن لدينا رؤية متعددة الأطراف نركز على الاتفاقات متعددة الأطراف والعمل مع الشركة فدولة الإمارات العربية المتحدة شريك لفرنسا في مواقع كثيرة وكذلك مصر بالنسبة لنا الحل مع تركيا يمر من خلال تسوية سياسية وهذه التسوية السياسية هنا لا تحدث عن الشعب التركي وإنما عن الرئيس أردوغان الذي ضعف موقفه داخل تركيا والذي يتبنى موقف متشدد حيال فرنسا في ذل ضعفه الداخلي فإذا رفض أردوغان الحوار عندئذ يجب اقتراح فرد عقوبات على تركيا وهذه من النقاط المهمة التي سيناقشها القمة الأوروبية ستنعقد في نهاية الأسبوع الإخوان المسلمون الآن أكثر توسعا وقوة بسبب تحالف دول مثل تركيا بالدرجة الأولى وقطر أيضا والسيسي الرئيس المصري لمحا إلى دور الإخوان المسلمين في المنطقة في مصر في أيضا دول عربية تتلاقى مع الموقف المصري كيف تنظر فرنسا لهذا الموضوع نعم هذا الموضوع يسمم العلاقات الدولية والوضع داخل كل بلد على حدة وفي مقدمتها المصر التي تواجه حركة الإخوان المسلمين تذكر الأحداث الأخيرة في مصر وهذا ينتبق على فرنسا أيضا فثمت شبكات تحاولوا تأثير على السكان من أجل تطرف وفي فرنسا الدين الثاني هو الإسلام ولدينا مليونان من المسلمين في فرنسا وهؤلاء هم مندمجون بالشكل الكامل في المجتمع بسيثنا بعض العناصر الذين تتلاعب بهم جماعات إرهابية وتدفعهم إلى التطرف وطبعا يجب أن نوجه اهتمامنا ونكافح هذه العناصر ويجب أن نذكر بالنسبة لباكستان قبل أيام فالضحايا الأساسيون هم مسلمون وكذلك بالنسبة لفرنسا فالضحايا هم أو منهم مسلمون وبالتالي فرنسا هناك تمييز واضح بين المسلمين عددهم كبير وعدد محدود من المتطرفين وهذا يتطلب تعاونا دوليا من أجل تحديد هذه الشبكات وتفكيكها تحدثت عن عقوبات على تركيا الاتحاد الأوروبي يدرس هذا الموضوع على جدوى الأعمال عقوبات تدرس للمرة الأولى من الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا هل تؤيد هذه العقوبات وهل هي كافية للجم سياسات تركيا التوسعية يحكى عن أحلام بعودة السلطنة العثمانية هذه أحلام أردوغان الاقتصاد التركي يعاني الأمر الرئيس لأن الرئيس أردوغان موجود في أكثر من جبهة عسكرية وينفق الكثير من الأموال وطبعا العقوبات هي ليست الحل الأمثل ولكن إذا لم يريد أن يصغي فعلينا أن نظهر بأن هناك عدد من البلدان الكبرى التي تحشد قواها لتصدر تركيا إذا رفضت الحوار وديبلوماسية فعندئذ يجب إظهار التحرك قوي يمكن أن يشمل وهذا ما تدعو إليه فرنسا إنهاء الاتفاق الجمهوري مع تركيا أي لن يكون هناك تعاون جمهوري مع تركيا هذا هو العنصر الاقتصادي الأول يمكن أيضا التفكير في فرض حذر على بيع الأسلحة إلى تركيا وغير ذلك إذن نرى أننا في مرحلة فيما يخص العلاقة مع تركيا أعتقد أن الرئيس أردوغان لا يمكن أن يسمع إلا الإجراءات القوية التي تدفعه ليعادة النظر في سياسته طبعا هذا ليس الحل الأمثل لكننا مرغمون للذهاب في هذا الاتجاه وأريد أن أضيف أن هذه العقوبات ستتم على الصعيد الأوروبي وهناك جهان في أوروبا أولا أو بشكل عام الأوروبيون متفقون لكن بالنسبة للطريقة لدينا ألمانيا وبلدان أوروبية أخرى تفضل مفاوضات ناعمة والفرنسيون وبلدان أخرى تفضل تبني مقاربة أكثر راديكالية لأن فرنسا في أحسن موقف لأنها تعرف أن المفاوضات لا تؤدي إلى نتيجة وعند ذلك يجب التحرك بقوة ولذلك فإن الرئيس السيسي بقوة مصر يمكن أن يكون حليف قوي سيد برونو بحث الرئيسان السيسي ومقهو ملفات إقليمية عدة الملف النووي الإيراني مهم جدا لأوروبا للمجتمع العربي للدول العربية وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية إيران تغيرت هل لزال الاتفاق النووي الإيراني ساري المفعول بعد كل ما حدث في السنوات الماضية هل تصيقون بإيران؟ أثيق أمر نسبي عندما نرى التحركات إيران وتمويلها لجماعات وحكومات أو من قبل حكومة إيران فبالتالي يجب توخي الحذر الشديد فيما يخص إيران ثم هناك اتفاق تم توقيعه عليه وأعتقد أن الإعلان الذي صدر عن إيران بشأن إعادة العمل في ثلاث مراكز طرد مركزي يجب إدراج ذلك فيما حدث في الولايات المتحدة فطبعا هناك ترامب سحبا من الاتفاق النووي ولدينا الآن الرئيس بايدن المنتخب وسنرى ما سيحدث في الولايات المتحدة ويمكن فرد ضغوط أو ممارسة ضغوط على بايدن وأعتقد أن ربما سيكون هناك إعلان لممارسة ضغوط على الغرب ولسيما الولايات المتحدة الأمريكية وإذا نفذت إيران ما هددت به سيكون ذلك نهاية الاتفاق النووي ولكن أعتقد أن الإيرانيين ليس لديهم الرغبة في أن يموت الاتفاق النووي لذلك فإن الضغوط على الولايات المتحدة يكون أمرا مجدية شكرا لك من باريس كان معنا برونو فوكس نائب في البرلمان الفرنسي نشط المساء مستمرة وفي سياقها توجيه الاتهام التونسي التوجيه الاتهام للتونسي براهيم عويساوي بتنفيذ هجوم كنيسة نيس الفرنسية أحييكم ونتابع أخبار المساء أكد مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لم يلمس أي تغيير في سلوك تركيا وتصرفاتها في المنطقة وأنه سيتم نقل التقييم السلبي بشأن تركيا إلى القمة الأوروبية لقد تحدثنا كثيرا داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع تركيا وتوصل وزراء الاتحاد إلى حقيقة عدم وجود أي تغيير بسلوك تركيا أو موقفها بل على العكس الموقف أصبح أسوأ من قبل عمليات المسح التركية لا تزال مستمرة ولا يوجد موقف إيجابي من أنقرة وسوف أنقل هذا التقييم السلبي بشأن تركيا إلى القمة الأوروبية خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع تركيا مستمرة في سياستها التخبطية تجاه الغرب تارة تهاجم وتارة تهادن على الاتحاد الأوروبي أن يتخلص بسرعة من العمل استراتيجي وأن لا يتصرف حيال شرق المتوسط حسب أهواء اليونان وقبرص نحن نمتلك أطول شريط سحلي على البحر المتوسط ولا يمكننا أن نكتفي بمقعد المتفرج على تطورات المنطقة تصريحات تتناقض تماما مع أخرى أطلقها وزير خارجية مولود شويشتوغلو قبل أيام أبدى فيها استعداد بلاده للحوار مع اليونان دون شروط مسبقة غير أن الأوروبيين منتبهون لسياسة القط والفأر والتي تلعبها تركيا وفق تعبير رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل وعليه يكشف أو يكثف الأوروبيون اجتماعاتهم لدراسة إمكانية فرض عقوبات على أنقرة وفي إطار اجتماع اليوم غرد وزير الخارجية اليوناني ليكو ستاندياس بأن وزراء خارجية أوروبا أجمعوا على أن تركيا تواصل سلوكها المنحرف ضد اليونان ومددت مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا مؤكدا ضرورة اتخاذ رد فعل ضد تركيا إزاء سلوكها غير المقبول تأتي التطورات إثر تسريحات رسمية يونانية بأن أنقرة تقوم بعمليات عسكرية على أراضي أجنبية ما نواجهه هو تحدي دولة عثمانية جديدة تحاول فرض إرادتها على جيرانها بالعنف إذا لزم الأمر الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصل للإستنتاجات من شأنها أن تعطي إشارة واضحة لتركيا أن سلوكها غير مقبول قبل أيام من القمة الأوروبية تقدم تركيا أو تقدم تركيا على خطوة معتادة التهدئة في البحر عبر سحب سفينة التنقيب المثيرة للجدل روتش ريس من المياه المتنازع عليها ترجمة نانسي قنقر أكد الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقبالي وزير التجارة السعودي ماجد القسب والوفد المرافق له أكد على أهمية تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات كما شدد الرئيس العراقي على ضرورة العمل بين بغداد والرياض بالاتفاقات ومذكرات التفاهم المواقع بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري بما يخدم مصالح العراق والسعودية ويضم الوفد السعودي ممثلين عن وزرات ومؤسسات وقطاعات حكومية فضلا عن وفد تجاري واقتصادي التعاون بين بغداد والرياض يقطع المزيد من الأشواط نحو بناء علاقات اقتصادية سياسية مميزة الوفد السعودي برئاسة وزير التجارة مجد القصم في بغداد مجددا لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات مجلس التنسيق السعودي العراقي إضافة إلى توقيع المزيد من مذكرات التفاهم في مجالات الاستثمار تأتي هذا الزيارة كمخرج من مخرجات لقاء سمو سيدي ولي العهد مع دولة رئيس وزراء العراق وهذا الملتقى الأول لرجال الأعمال وأنا أرأى اسوفت من 65 شخص يضم أكثر من 10 جهات حكومية و22 شركة من أكبر شركات المملكة الهدف هو تعزيز التواصل بين رجال الأعمال الزيارة أثمرت عن افتتاح الملحقية التجارية السعودية في بغداد والاتفاق على إنشاء مستشفى في الأنبار إضافة إلى إنشاء صوامع حديثة لتخزين الحبوب في الديوانية جنوب البلاد كما زار الوفد الموقع المخصص لبناء المدينة الرياضية التي أهداها خدم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب العراقي وقعنا اليوم محظر اجتماع سابق هذا المحظر حدد مجموعة من المشاريع والأنشطة التي سنقوم بها في القريب العاجل وهي تستند إلى مظلة مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب السعودي وتمت المصادقة عليها مؤخرا من مجلس الوزراء السعودي تسعى السعودية من خلال هذه الاتفاقيات إلى إعادة العراق لحضنته العربية دون التدخل في شؤونه الداخلية كما تفعل جارتاه الشرقية والشمالية إضافة إلى أن هذا التعاون سيكون موابة دخول بقية دول مجلس التعاون الخليجي إلى بغداد عبر موابة الرياضة إضافة إلى الاتفاقيات التي وقعت اليوم تسعى بغداد للافتتاح معبر الجميمة الذي يربط محافظتي رفحاء السعودية مع المثنى العراقية ليكون المعبر الثاني بعد منفذ عرعر بهدف زيادة التبادل التجاري وتفعيل السياحة بين البلدين سامر الكوبيسي العربية بغداد ينضم إلينا من بغداد دكتور محمد حسام الحسيني رئيس مكتب العلاقات الوطنية للطيار الحكمة الوطنية أهلا بك دكتور محمد هذه العلاقات السعودية العراقية ما مدى التعاون فيها نتحدث عن أي ملفات نعم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة بالنسبة إلى لقاء اليوم اللقاء جاء كنتيجة لحراك سبق هذا اللقاء انطلق هذا الحراك في فترة حكومة السيد العبادي حينما أسس مجلس تنسيق سعودي عراقي هذا المجلس تناول سبعة أو تضمن سبعة ملفات قطاعية تخصصية تشمل المال والاقتصاد والاستثمار إلى آخره حقيقة يعني انبثقت من هذه اللجان القطاعية السبعة مجلس أعمال عراقي ومجلس أعمال سعودي واستمرت اللقاءات والاجتماعات والتواصل والتنسيق وكانت النتيجة اليوم هذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين اليوم نتكلم عن هذه العلاقات الاقتصادية وعن هذه البرامج وعن هذا التعاون هذا شيء مهم جدا نحن اليوم موقفنا ووجهة نظرنا نرحب بالمال السعودي من خلال الاستثمارات في العراق نرحب بالمال العربي من خلال الاستثمارات في العراق نرحب بالمال الغربي من خلال الاستثمارات في العراق بالمال الأمريكي من خلال الاستثمارات في العراق بالمال الإيراني من خلال الاستثمارات في العراق ولكن بدون تدخل في الشأن العراقي وبدون جعل العراق ساحة لتصفية الصراعات والحسابات الدولية اليوم نعتقد أن العلاقات الاقتصادية هي المنطلق الأساسي لبناء العلاقات الدبلوماسية الرصينة المبنية على المنفع المتبادلة والمصالح المتبادلة لذلك يعني حقيقة تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية جدا وستصب في خدمة العراق وخدمة إعمار المناطق المحررة وفي خدمة تطوير الوضع العراقي بصورة عامة مو من مصلحة العراق اليوم أن يتقاطع مع دول الجوار أن يتقاطع مع دول الإقليم أن يتقاطع مع الدول الفاعلة في المنطقة اليوم من مصلحة العراق بناء علاقات متزنة وتحويل الساحة العراقية إلى ساحة استثمارية مفتوحة الأبواب في وجه الاستثمارات في وجه التعاون الاقتصادي الدولي التعاون الاقتصادي الدولي هو الذي يرسخ العلاقات الدولية ويرسخ مكانة الدولة في العلاقات الدولية وفي الخارطة السياسية الدولية طيب دكتور يعني كل دولة ترحب بالمال أينما كان ومن أينما جاء لكن المال لوحده لا يأتي الدول بحاجة إلى علاقات سياسية إلى تحالفات سياسية والعراق له سنوات خارج عن الحضن العربي وولاءاته المالية والسياسية والأملية وعلاقاته مع إيران لم تفرض العراقيون أيضا قابلوا بها هل ممكن القول أن العراق اليوم عاد إلى الحضن العربي وهل فقط مملكة العربية السعودية أم عراق يحتاج إلى علاقات مع دول عربية أخرى يعني حقيقة هو كلامي ينطلق من هذا الكلام الذي تفضلت به يعني أنا كلامي ينطلق من هذه الفكرة أنه يجب أن تبعد الخلافات السياسية والخطابات السياسية المتشنجة وأدلجت العلاقات الدبلوماسية العراقية مع الخارج عن ملف بناء العراق وعن ملف بناء العلاقات الدبلوماسية وعن ملف التطوير الاقتصادي العراقي اليوم يجب أن تكون أبواب العراق مشرعة ومفتوحة بوجه هذه الخطوات وهذه الآليات وهذه الاستثمارات نعم جنابكم تكلمتوا أن هذا الأمر شيء طبيعي وحالة طبيعية ولكن نحن مرينا في مرحلة معينة بالعراق كانت مرحلة غير طبيعية يعني كانت حينما توضع مصلحة العراق وفكرة بناء العراق في جهة وفي جهة أخرى توضع مصلحة أحزاب سياسية معينة أو قوى سياسية معينة أو علاقات معينة لقوى سياسية تفضل الكفة الثانية على الكفة الأولى التي هي تنطلق من مصلحة العراق لذلك اليوم بوجود هذه الحكومة ونعتقد يجب أن نتخلص من هذه القيود ننطلق باتجاه الواقع الدولي واتجاه الساحة الدولية ونبني العلاقات الاقتصادية ونبني العلاقات الاستثمارية ربما هذه المرة سينجح القادم حيث فشل آخرون شكرا جزيلا لك دكتور محمد حسام الحسيني رئيس مكتب العلاقات الوطنية لتيار الحكمة الوطنية لوحة ممثلو خمس كتل برلمانية تونسية بالمطالبة بسحب الثقة مجددا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ما لم يستجب إلى مطالبه المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وذلك على خلفية حادثة اعتداء عدد من نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من كتلة الديمقراطية وطالب ممثلو الكتلة الخمس وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح وقال تونس وتحية تونس والكتلة الوطنية طالبوا في مؤتمر صحفي مشترك رفع قضية ضد كتلة ائتلاف الكرامة مهددين بالدخول في سلسلة اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة وتلبية مطالبهم وجهت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية ثلاثة اتهمات للتونسي إبراهيم عويساوي الذي قتل بسكين رجلا وامرأتين في مدينة نيس الفرنسية نهاية أكتوبر وتهبت النيابة عويساوي بتهم ارتكاب اغتيالات ومحاولات اغتيال إرهابية وبالمشاركة في عصابة إرهابية إجرامية كما أمرت باستمرار حبسه على الذمة القضية وقالت نيابة إن المتهم ارتكب جريمته أو جريمته بعد يومين فقط من الوصول إلى فرنسا قادما من إيطاليا وفي أخبار المساء بعد قليل روايات إيران في مقتل فخر زاد بين الحرس والأبناء والهدف غسل السمع العربية تزور بردات حفظ لقاحات كورونا في الأردن ووزير الصحة يشرح تفاصيل خطة توزيعه ماكو يصف مصر بالحصن الماليع ضد التطرف وسيسي يتهم قوى إقليمية بالسعي لزعزعة الاستقرار الاتحاد الأوروبي لا يرى تغييرا إيجابيا في سلوك تركيا وينقل التقييم السلبي إلى قبة الخميس اليوم نفتتح الملحقية التجارية السعودية في بغداد سيكون هذا داعم للاقتصاد بين البلدين وفد سعودي في بغداد لمتابعة الاتفاقات والرئيس العراقي أكد على أهمية تنفيذ مذكرات تفاهم أحييكم ونتابع أخبار المساء اليمن أكبر حاضنة للأوبئة والأزمات بداية من الملعارية مرورا بالكوليرا وحمى الدنق وتفشي فيروس كورونا وانتهاءا بالمجاعة غير أن مساعدات السعودية ساهمت في منع انتشار المجاعة على مدى عامين الماضيين الكلام على لسان أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة وشؤون الإنسانية نيك داير ليس ذلك فحص فالسعودية تعد من أكبر الداعمين لليمن بإجمالي قيمة مساعدات إنسانية وتنموية بلغت حوالي 17 مليار دولار بحسب سفير السعودية لدى اليمن محمد الجابر كما قدمت دعما اقتصاديا مباشرا بمبلغ 7.8 مليار دولار منذ عام 2012 ودعمت البنك المركزي اليمني بوديعة قيمتها 3.2 مليار دولار هذا بالإضافة إلى منح مشتقات نفطية لتشغيل محطات التوليد الكهربائية اليمنية بمبلغ 4.15 مليار دولار ومبلغ 435 مليون دولار لصندوق الرعاية الاجتماعية وخلال جائحة كورونا لم تتوقف المساعدات فقد أشادت منظمة الصحة العالمية بجسر المساعدات الجوي الذي سيرته السعودية لليمن والذي ساهم في رفع أعداد معدات الفحص المتعلقة بالفيروس وضمن الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020 قدمت السعودية مبلغ 200.4 مليون دولار عبر ثلاثة اتفاقيات وقعتها مع كل من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا تبرعت السعودية خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن الذي نظم بالتعاون مع الأمم المتحدة بنصف مليار دولار ودعت المنظمات الدولية للمساهمة اشتركوا في القناة من الكمين المسلح مرورا بعناصر إرهابية ورواية المطاردة وسفر ساحب السيارة التي استخدمت في عملية اغتيال العالم الإيراني النووي محسن فخري زادا وصولا إلى رشاش تديره الأقمار الاصطناعية بذكاء استناعي تنوعت وتعددت وتضاربت الروايات الرسمية الإيرانية معارضون يعتبرون النهج الرسمي معتادا ويهدف إلى ترميم سمعة الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية التي لحق بها ضرر كبير جراء عملية اغتيال فخري زادا بين الجرح والحرج تأرجحت ردود إيران وروايتها لتفسير اغتيال رأسها النووي محسن فخري زادا الجرح يأتي من خسارة أكبر علمائها دون قدرة حقيقية على الرد والحرج من عمق الاختراق الأمني الذي يعتقد أن مصدره إسرائيل إسرائيل التي يتمنى لها النظام الموت مع الهاتفين المؤيدين منذ ثورة الخومنيين قبل أكثر من أربعة عقود رواية أولى للمعارضة نقلت عن مصادرها داخل النظام أن اغتيال فخري زادا تم بعملية مهينة لطهران 62 عنصرا شاركوا في العملية 12 منهم على أرض العملية مباشرة مع مراقبة وتتبع عبر عملاء داخل الأجهزة الأمنية وصولا إلى اختفاء المنفذين في لمح البصر جثة العالم على الأرض ولا أثر للفعلة كأن شيئا لم يكن الرد الرسمي تدرج بروايات من فكت تضخم الجانب التقني للعملية فهي تارة عملية غير مسبوقة وتارة تستخدم الأقمار الاصطناعية والروبوتات القاتلة آخر الروايات أتت من المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف في تلك الرواية التحكم بالعملية تم بواسطة الأقمار الاصطناعية تم التعرف على وجه فخر زادة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتم قتله برشاش آلي لم يكن هناك أي حضور بشاري معادن في مكان الهجوم وفي استكمال للرواية من مسؤول آخر في الحرس هو نائب رئيس الجهاز علي فدوي قتل العالم بثلاث عشرة رصاصة رواية تتناقض حتى مع رواية أبناء العالم الذين تحدثوا عن أربع أو خمس رصاصات قد تكون إيران تجرعت كأس الإقرار بتفوق تقني كاسح لعدوها وقد تكون أيضاً اضطرت لقابول عجزها الآن عن رد على قتل الرأس النووي فخر زادة بعد تصفية الرأس العسكري قاسم سليمان لكن ما لا تستطيع تحمله على ما يبدو هو الإقرار بالاختراق وليس من دليل أوضح على ذلك من كلام المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف من القاهرة انضم إلينا الدكتور محمد مجاهد زياد مستشار المركز المصري لدراسات استراتيجية دكتور محمد بعالم الأمن والعسكر هل من رشاش مربوط بأقمار استناعية من دون شخص شغل هالرشاش وقام بعملية الاغتيال؟ هذا موجود في أفلام هوليوود الأخيرة التي تتحدث عن المستقبل والأجهزة المستقبل لكن ما حدث أن إيران سعيدة جدا بهذا الوصف وبهذه النتيجة حتى تعود تغطي على فشل أجهزة الأمن وهي تعطي بذلك قيمة كبيرة للمساد الإسرائيل التي تطالب بالقضاء على دولته تخدمه بطريقة غير مباشرة القضية واضحة تماما لا يوجد رشاش وإلا كان دمر الزجاج الأمامي للسيارة وهو لم يدمر والضرب في السيارة كان من الأمام واليمين في المكان الذي يجلس فيه زادة ولم تكن هناك سيارة حماية يعني هناك فشل كبير في حماية شخصية كهذه مطلوبة وحسب كلام شمخاني أو أمين الأمن القومي أنهم كانوا يعرفون أنه سيتعرض للاغتيال أين كانت سيارات الحماية وهل سارت سيارة الحماية قبله وجدت السيارة عليها رشاش ولم يلفت نظرها وجود سيارة عليها رشاش في الطريق هذه أشياء غريبة جدا التي تدل على حقيقة أساسية وهو أن هناك عملاء كثيرين داخل إيران يرتبطون بأجهزة الأمن الإسرائيلية والأمريكية وقاموا بعمليات كثيرة جدا ليس براعة منهم بالدرجة الأولى وهي أجهزة قوية ولكن من فشل أجهزة الأمن هناك ازدواجية في أجهزة الأمن الإيرانية وزارة أطلعات والمخابرات التابعة للحرس السوري وتنازع الاختصاصات يؤدي إلى الفشل هناك قوة كثيرة جدا شعبية وكتل معارضة للنظام ولديها استعداد كبير جدا أن تساعد في عملية إسقاط هذا النظام ورموزه بأية صورة من الصور دكتور محمد سريعا لو سمحت يمكن القول أن أجهزة الأمن الإيرانية الآن بأضعف مراحلها تماما ليست هنا فقط والاغتيالات التي تمت والضرب بالنتانز وسرقة الوسائق التابعة خاصة بالبرنامج النووي وتصديرها للخارج واغتيال قاسيم السليماني هناك اختراقات داخل أجهزة الأمن الإيرانية لا شك في ذلك هي التي تساعد على هذا الفشل هل من مراجعة للذات برأيك هل من تصفيات داخلية ممكن أن تحصل؟ لا أعتقد تصفيات داخلية لكن النظام يسعد جدا بيشغل الرأي العام بدل ما تحدث هل يعني ذلك أن هناك برنامجا عسكريا وما هي ردود الفعل الخاصة بارتيال شخصية على هذا الأساس يشغل الرأي العام بالحديث عن هذه القضايا والأفكار التقنية وغيرها شكرا لك دكتور محمد مجاهد زياد مستشار المركز المصري لدراسات استراتيجية إلى عبدالله الدرويش مساء الخير أهلا بكم متاهدين أحكم الهلال قبضته على صدارة الدور السعودي أعقب فوزه بصعوبة على مستضيف الرائد بهدف دون مقابل ضمن الجولة السابعة وسجل علي لبليه هدف المباراة الوحيد من كرة رأسية قبل نهاية اللقاء بست دقائق لوستع الهلال الفارقة مع أقرب ملاحقيه الشباب إلى خمس نقاط فيما بقي الرائد على رصيده السابق بعشر نقاط بدوره فاز أبهى على مضيف الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف أبهى تقدم بهدفين عبر كل من كارلوس ستراندبيرغ وكريك جودوين قبل أن يقلص الجزائر سوفيان بن دبك الفارق للفتح من راكلة الجزاء وقبل نهاية الشيط الثاني حسن السويدي ستراندبيرغ نتيجة بهدف الشخصية الثاني والثالث لأبهى الذي أصبح يملك عشر نقاط بينما توقف رصيد الفتح عند عشر نقاط تنطرق مساء الثلاثاء الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا حيث يتنافس ثلاثة عشر فريقا على سبع مقاعد متبقية في ثمن النهاي أبرز الفرق التي تنتظر تحديد مصيرها هي أنتر ميلان ولاتسي وريال مدريد وأتلاتيكو مدريد وماتشستر يونيتد وباريس سان جيرمان متابع يخض بروسيا دورتموند داخر مبارياته في دور المجموعات لدور أبطال أوروبا دون خدمات تسعة من لاعبي عندما يحل ضيفا على زنة الروسي الفريق الألماني ضمن التأهل لثمن النهاي لكنه سيدخل المباراة برغبة الفوز لتأمين صدارته للمجموعة السادسة التي يحتلها بعشر نقاط مدرب دورتموند كشف عن انضمام محمود داود وماتيو موري لقائمة الغيابات ورغم عودة لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس للتدريبات لأنه لن يكون جاهزا للقاء لأنضم الثلاثي بذلك إلى قائمة الغائبين عن المباراة التي تضم أيضا المهاجم إيرلينغ هالند والمدافع توماس مونية ويترقب عشاق كرة القدم المواجهة المثيرة بين النجمين رونالدو لاعب يوبينتوس ولينيو الماسي مهاجم برشلونة من خلال مواجهة فريقيه ما ضمن المجموعة السابعة على ملعب كامبنو حيث سيتواجهان للمرة الأولى منذ أن رحل الرونالدو عن الريال حيث أحالت أيضا إصابته بكورونا من لقائهما في الذهاب بإيطاليا والذي فاز فيه برشلونة بهدفين دون مقابل الفريقان ضمنات أهو لثمن النهائي لكن الصراع بينهما مانشستر يونايتد سولشاير عبر عن ثقته في قدرة فريقه على الارتقاء لمستوى المواجهة المرتقبة الثلاثاء أمام مضيفه لايبزيغ ورغم فوز يونايتد ذهابا بخمسة أهداف نظيفة لكنه خسر مبارتين من آخر ثلاث خاضها في دور الأبطال ويسافر ألمانيا وهو يحتاج لتجنب الخسارة كي يضمن تأهله لدور 16 إذا تساوي يونايتد في النقاط مع لايبزيغ وبارس سان جرمان وسيفقد يونايتد خدمات ثناء الهجوم عيدنسون كافاني وأنطوني مارسيال بسبب الإصابة من جهته يتطلع فارس سان جرمان لعدم الخسارة أمام ضيف إسطنبول باشاكا التركي ويملك الفريق الفرنسي تسع نقاط في المجموعة الثامنة بالتساوي مع لايبزيغ ومنشستر يونايتد وحال فوزه سيضمن تأهله لدور 16 وقد يكون التعادل أيضا كافيا لسان جرمان حال خسارة يونايتد ولا يمسك في الدور الإيطالي واصل إيسي ميلان سلسلة عروضه القوية وفاز على السامبادوريا بهدفين مقابل هدف ميلان تقدم في الشوط الأول بهدف من ركلة الجزاء ترجمها بنجاح نجم وسطه الإفواري فرانكيسي وفي الشوط الثاني نجح البديل سامويل كاستييخو في مضاعفة النتيجة لميلان عند الدقيقة السابعة والسبعين قبل النهاية بدقائق تمكن صاحب الأرض من تقليص الفارق بواسطة ألبين إكدال ميلان عزز موقعه في الصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقه جاره إنتر ميلان في مضال سامبادوريا في المرتبة الثانية عشرة نهاية أخبار رياضة عودة إلى ريمة فضل ريمة وهذا ختام أخبار المساء إلى العنوين العربية تزور برادات حفظ لقاحات كورونا في الأردن ووزير صحة يشرح تفاصيل خطة توزيعه ماكرون يصف مصر بالحصن المنيع ضد التطرف والسيسي يتهم قوى إقليمية بالسعي لزعزعة الاستقرار الاتحاد الأوروبي لا يرى تغييرا إيجابيا في سلوك تركيا وينقل التقييم السلبي إلى قمة الخميس اليوم نفتتح الملحقية التجارية السعودية في بغداد سيكون هذا داعم وداعم للاقتصاد بين البلدين وافد سعودي في بغداد لمتابعة الاتفاقات ورئيس العراقي يؤكد على أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم دائما شكرا لحسن المتابعة وزميل طاهر باراكي مع العربية الليلة تابعوه شكرا لك ريمة أهلا بكم مشاهدين على مدى ساعتين متواصلتين نلقاكم لنسأل كيف ستتوجه أوروبا على الصعيد الإيراني في الموضوع النووي تريد تخصيب عند مستويات الاتفاق النووي وعلى الصعيد التركي هل تفرض العقوبات في القمة الأوروبية إضافة إلى الكثير من المواضيع الأخرى اشتركوا في القناة